برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026 متضمنا لعدد من المحاور أحدها محور البنية التحتية والبيئة الذي يعتبر ذا أهمية في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية وضمان الاستدامة في مختلف القطاعات نعم ويأتي حرص حكومة مملكة البحرين على البنية التحتية والبيئة مواكبا لمخرجات ورش عمل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي وواضعا الأسس والأهداف التي سوف تتحقق من خلال التعاون البنة بين مختلف أعضاء فريق البحرين أهداف تسعى لتحقيقها حكومة مملكة البحرين في سياق برنامج الحكومة الذي تم الإعلان عنه ولتحقيق النمو المستدام أشار برنامج الحكومة في أحد محاوره الخمسة إلى البنية التحتية والبيئة وهما عنصران هامان لتحقيق التنمية المستدامة في مملكة البحرين وضمان وجود البنية التحتية السليمة والعملية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة ويعد محور البنية التحتية والبيئة الذي تمت الإشارة له في برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026 أولى المحاور التي كانت ضمن أرش عمل التطلعات المستقبلية للعمل الحكومي إذ أن محور البنية التحتية والبيئة يعد أحد المحاور ذات الأولوية وذلك لما للبنية التحتية من دور أساسي في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص ليصبح محركا رئيسيا للنمو حيث يضم هذا المحور العديد من الأهداف ومن ضمنها ضمان التطوير المستدام في البنية التحتية وتحسين التنسيق والتعاون في مجال البنية التحتية وتوفير بنية تحتية داعمة للقطاعات ذات الأولوية والمشاريع الكبرى أما الاهتمام بالجانب البيئي لم تغفله حكومة مملكة البحرين وهو الأمر الذي يعود للترابط بين البيئة والتنمية المستدامة في المجتمعات لذلك حرصت الحكومة على ضرورة وجود هذا الجانب من أجل أهداف مستقبلية ترتبط بالتحديات التي يمر بها العالم ومملكة البحرين وهي تعزيز الأمن المائي والغذائي وضمان استدامة الموارد والطاقة ومواجهة التغيرات في المناخ والحفاظ على البيئة وبوجود محور البنية التحتية والبيئة ضمن برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026 تأتي تطلعات المرحلة القادمة من قبل حكومة مملكة البحرين واضعة للأسس والأهداف التي سوف تتحقق من خلال التعاون البناء بين مختلف أعضاء فريق البحرين لما فيه مصلحة مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر